تلسلة محاضراته العلمية والشرعية نظم قسم الفتوى بهيئة علماء المسلمين محاضرة بعنوان أنواع الربى في الشريعة الإسلامية ألقاه الدكتور عمار عبد الكريم العودة ممثل قسم الفتوى اصطلاحا الربى الحرام في اصطلاح الشريعة ينقسم إلى نوعين ربى النسيئة وربى الفضل وصور البيع الصحيح الخالي من ربى النسيئة لأصناف الذهب والفضة والأوراق المالية والمعدنية المعاصرة سيتضح في الأمثلة الآتية صور البيع الصحيحة يقول أولا بيع الذهب بالذهب متساويا أو بيع الفضة بالفضة متساويا هذا بيع صحيح ثانيا بيع أي عملة من أي بلد بعملة البلد نفسه متساويا كبيع الدينار العراقي بالدينار العراقي أو بيع الدينار الأردني بالدينار الأردني أو بيع الدولار الأمريكي بالدولار الأمريكي أو بيع أي عملة من أي بلد بعملة البلد نفسه المحاضرة تناولت الأضرار الربوية المؤثرة على الاقتصاد والمجتمع والتعاملات بين الأفراد والمؤسسات المحاضرة كانت بحثا علميا رصينا تناول الربا بمفهومه وتعاريفه عند العلماء وأيضا تناولت أنواع الربا وأصلت إلى موضوع الربا من الكتاب والسنة وما هي المحرمات في الربا وما يطلق عليه أنه معاملة ربوية فتناول البحث والمحاضرة أنواع الربا في الإسلام وحذر منها لأن الربا كما هو معلوم لدى المسلمين محرم شرعا وهو من الكبائر قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقد بيّن الباحث جزاه الله خيرا على آثار الربا في المجتمع وعدد المحاضر أنواع الربا والبحث في أصل كل نوع والضوابط المشترطة لها ومراعاة التأكيد على صور البيع الشرعي لتجنب الوقوع في هذه الآفة الخطيرة فيشترط لصحة البيع الخالي من الربا ثلاثة شروط إذا كانت العملة من نفس البلد يشترط هنا ثلاث شروط لتكون البيع هنا صحيح الشرط الأول التساوي بالمقدار في وزن الذهب أو الفضة من دون زيادة ولا نقصان والتساوي في المثل أو القيمة أو المقدار للأوراق المالية المتبادلة من غير زيادة ولا نقصان الشرط الثاني أن يتم البيع حالا لا مؤجلا الشرط الثالث وأن يتم التقابض من الطرفين حين العقد البيع يدا بيد يذكر أن الربا أصبح ظاهرة اجتماعية سيئة وضارة غرست الحقد بين الناس وأوجد الربا خللا في العلاقات الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي لذلك نهى الدين الإسلامي عن التعامل بالربا جملة وتفصيلا ترجمة نانسي قنقر